السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد توحشتكم بزاف بزاف وتوحشت أني نزل لكم فيديوهات شكرا للأخوات اللي سولوا فيها اللي يحفظكم والله يجازيكم بالخير ويا رب يجعلها محبة دائمة بينتنا إن شاء الله كذلك نعتادر لهذا الغياب هذا اللي عندوني قصد إن شاء الله نعود لكم في الفيديوهات الجاية وبالنسبة الفيديو ديال اليوم بعيدا كل البعدة للحلويات ديال الكريم اللي دايرين في اليوتيوب أنا ما زال معتلا شوية في الحلويات ديال الكريم لذلك الفيديو ديال اليوم يعني فيه وصفة كثيرة قولت هكا فش نرجع لكم نرجع لكم يكون فيديو مفيد أكتر ففي الصباح حضرت هكا الزيت الزيتون مع الزيتون من السمين ومتبلين وفي الأشياء دريت واحد المائدات ديال الجودي متنوعة بسيطة واقتصادية وفي متناول الجامع تمنى إن شاء الله أن الفيديو ديال اليوم يجبكم وتستبدو معي فيه وخليكم معي حتى الاخير ويلا نبدو بسم الله بسم الله أول شي غدا نحضر زيت الزيتون من السماء وكذلك الزيتون مشرمل بطريقة اللي سهلة وسريعة ما كياخدوش وقت بزاف تحضير ديالهم وكتزينو بيوم هكا للمطبخ ديالكم وكذلك تبننو بهم الطبخ ديالكم فرا كيصلاحوا في العديد والعديد من الوصفات هاد الزيتون من السماء أنا هنا غدا نحضر جوج ديال الزيت وحدا غدا نديرها كايا بالقشور ديال ليمو الحامض إما كتديرو الخضر أو الصفر أو جوج مهم اللي كان عندكم بالنسبة لها تديروها مع الدجاج بما أن فيها الحامض تقدروا تديروها مع الحوت تقدروا تديروها في السلطات مع الخبز المهم عندها استعمالات عديدة كيشتو خضيت غير القشرة ديال ليمو الحامض وكذلك أخذت واحد ثلاثة ديال فوسوس ديال توم اللي غير كان نضغط عليهم هكذا بيت دي كان نحتفظوا بالقشرة ديالهم كان ناخدوا واحد للقريعات ديال الزيت طبعا دي كان نكونوا غاسلينهم مسيان ومنشفينهم من الداخل وكان ديال ديالك القشور ديال اللي يمو الحامض هكذا نقطعهم أرقاق من بعض نضيف التون وغاد نضيفوا الأعجاب المنسمة غاد ندير شوية دير الزعتر كذلك أزير أو إكليل الجبل وشوية ديال القزبور حبوه هدو هما المكونات اللي غاد نحتاجوا في الزيت الأولى ديالنا انا بديت كندير ودك شتيت كبلية اذا كنت ندير هاد الدواز هذا باش من تروهنش تقريبا كندير واحد المعالقة صغيرة معالقة صغيرة من كل يعني الاحشاب من السيمة سافي وكندير زيت الزيتون ديالنا وكنخليوه هكا تقريبا كدوز لها غير واحد منهار فرها تطلق مزيان لبنة والمضاق ديالها نمرو التحضير ديال الزيت التانية سوف نديرها حره هكا بالمزاود او فلفل حره سوف نديرها وحده كنقطعها هكا الى قطع يعني هكا دائرية وكنخليها بزرعة ديالها وكنديرها مباشرة في هاد القنينة ديال الزيت بالنسبة انتم لا بغيتو هاد الزيت هادو يوجدلكم في نفس الوقت ويكونوا مركزين اكتر فكتاخدو نفس المكونات بالزيت وكنديرها مكفوحة الكسرونة وكنديرها فوق النار حتى يوصل الزيت الغلايان وكنتطفوه يعني ما تخلي وحش طيب ويغلا بزاف ديك سعارة كتتحرق الزيت وكنديرها مسمومة المهم هادي اكيد را اكون شي عارفها للتذكير فقط وكذلك بالنسبة المبتدئات مهم انا ما مازر بناشي عليهم غدا نخليهم احتاج لاغتطالي ان شاء الله عديك ساعة نستعملهم فقدرت لهم الزيت هكا باردة ماكينش مشكل نفس الشيء اضفت على ديك ال الفلفلة حرة فصصة ديال التوم كذلك شوية ديال الزيتر الزعتر تزيني بهم هكا سطح العمل ديالك في المطبخ وتبنيني بهم الاطباق ديالك مره الآن تحضير ديال الزيتون مشرمر هادي ندير الزيتون هكا الخضر ومعه الزيتون الاسود حتى هما كيتحضروا بسرعة ومكونات اللي بسيطة جدا نبدو بسم الله بالنسبة الزيتون خضر خضيت انا هادا اللي بالعظم نكون غسلينه من السيان من السوداء وطبعا إذا كان لديكم زيتون مرقد سيكون أحسن وأحسن انا هادي نديرها ككمية قليلة اللي تدوزنا يعني غير واحد لمدة ونعود عود ثانين نوجده كيف شته في الأول درات واحد شوية ديال حامض مصير مقطع الى مربعات صغيرة شوية ديال المعتنوس شوية ديال القزبور مطحون شوية ديالتحمير كذلك غد نضيف شوية ديالكامون حبوب او كديروا كامون مطحون وانا بغيتو مشميات لا يطلق ليش الماضاق دياله مجهد فقدرت كامون حبوب وضفت كذلك واحد المعالقة صغيرة ديال الهريسة هادي ديال الدار مجدهة راني فيتشاركتها معاكم ان شاء الله نخلي لكم الرابط ديال الهريسة اسفل في صندوق الوصف سافي وكن خلط مزيان هاد المكونات مع بعضياتها سافي ومن بعد ان نضيف كمية ديال زيت زيتون تقريبا 1 جوج 1 3 ديال المعالقة كبار وكان عاود ان نخلط وهذا تكون الزيتون ديالنا مشرمل راه جاهز تيجي مبنن والديد بالساف يعني التوابل الكامون تحميرا الحمض مصير والمهدنو سيجي نخليها جانبا اندوزوا باش نحضرو تتبيه لديال زيتون الاسود اللي غادي يكون بالاحشاب هذا الزيتون الاخضر ما دلنا لهش الاعشاب درنا له غير التوابل والاسود غادي ندلوله ان شاء الله الاحشاب عندنا كمية ديال زيتون الاسود ما هي ما نقول لكم درت هكا غير قياس اللي غادي يدوز ناكا ديك 15 اليوم حتى الشهر قاع الى دوز درت شوية ديال الملحة بحكم ذاك زيتون الاسود عندي البلدي ما هي ذاك اللي فيه السوداء درت شوية ديال الزعتر شوية ديال ازير او اكليل الجبل انضيف كدالك شوية ديال الحبوب ديال الكامون تقريبا غير واحد نص معلقة صغيرة قصبور تهوى مطحون شوية ديال تحميرا وكدالك غادي نضيف شوية ديال الهريسة المهم ديك الزويتة ديال الهريسة اللي بقات غادي نضيفها تقدروا تستغنى عليها لكن تنتمو ما كتبغيوش الحال سافي كنضيف كمية ديال زيت الزيتون اللي تكون مناسبة تقريبا واحد نص كاس هكاك وكنخلطو كدالك نضيف واحد الفص ديال التوم نقسموها كغير علاجوش باش يعطين نسمة دياله يعني منحكم التحاجة غير يعطين نسمة دياله في هذا الزيتون فقط سافي كنخلطو وتيكون هذا هما الوصفات ديالنا اللي حضرت في الصباح حضرت زيت الزيتون من السماء وكذلك الزيتون مشرمل وصفات اللي سهلة وبسيطة ولديدة واكيد ان شاء الله غادي تنفعكم وتعجبكم ونمرو الآن تحضير مائدات ديال جودي بوصفات متنوعة وبمكونات الاقتصاد ديال في متناول الجميع وكتحضر بسرعة فإلا كنتو مازالين متبعين وشدين معي الفيديو خليكم معي حتى الاخير ونبدأ بسم الله اول وصفة غادي نمرو باش نحضروا لمادلين ديالنا هاد الوصفة هاديراني فيتا شاركتا معاكم ووصفة اللي ناجحة وبساف ديال البنات اللي جربوها الحمد للله ونجحات لهم نبدأ هكا بلي مادلين حي تخصهم العجينة انها ترتاح يعني في تلاجة ذاك الشي علاج بديت بها هي اللولة بسم الله في الكاس ديال الخلاط درجوج حبات ديال البيت طبعا البيت يكون بحرارة ديال المطبخ انضيف عليه واحد الكاس مع مرش دير سكر مهم انا دائما دوليت كنحاول كنقص هكا مسكر لكنت غادي ندير كاس كندير هي الثلوتين كنت غادي ندير نص كاس كندير هي اربع هكا المهم تقدرون ان تمديروا كاس او اقل لكم الاختيار وغدي نسم هكا المادلين ديالنا بشوية ديال فاني وواحد المبشور ديال حامضة تقدرو تنسمو غير بالفاني بوحدو او غير بالمبشور ديال حامض او البرتقال لكم الاختيار سافي وكن خلط مزيان هات سكر مع البيت حتى يدو بنا تماما سكر مع البيت تقريبا كنطربوا هكا واحد شوش دقايق كافي من بعد نضيف كاس ديال الزيت طبعا الكاس ديال القياس هو الكاس ديال العنباء او الكاس ديال الشاي المغربي اضفت كدالي كاس ديال الحليب وواحد معلقة صغيرة ديال الخل او بعض القطرات من الخل سنعاود نخلط جميع المكونات مع بعض او هنا غادي نضيف من بعد الدقيق المهم انا غادي نضيفه والخلط هكا يخدام مكايلاش عاد نضيفه في ايناء ونضيف الدقيق باش كنقصاليه شوية الاواني اضفت واحد القبيصة ديال الملحة واحد المعلقة صغيرة ديال النشا او على حساب الجودة ديال الدقيق واش كيشرب او ما كيشربش مهم القوام ديال الخالط ديال المادلين خاصو يكون شوية شتقيل باش كيجيونها هكا تطالعين ومقببين يعني بحال الشكل ديال المادلين اللي كنشريوهم في المحلات سافي كان بقى مستمرة كنضيف الدقيق ودائما يعني الخلاط تراها خدام او كيجوت لكم تقدروا تصبوا الخالط السائل في ايناء وكتبقوا قديك ساعة كتضيفه الدقيق وكتخلطه بالخلاط اليدوي اضفت في الاخير واحد الكيس ديال الخميرة ديال الحلوة او البيكن باودر من وزن ثمانية سافي هنا يا فاش حالي تلقيت شوية الخالط مازال يعني يعني في القوام ديال الكيك انا بغيته شوية يكون تقل من الكيك ولكن رهم كيجي وخفاف يعني ماشي تقولوا را العجينة غادي تجي تقيلة وغادي يجيونا مدقسين ولا شي حاجه ابدا راهم تيجي وخفاف سافي يعني هكز تقريبا واحد المعلقة كبيرة ديال الدقيق او جوج معالق وخلط مزينها كغير بسباتول وسافي هنا تكون الخليط او القوام ديال المادلين ديالنا راه جاهز غادي نغطي هكالخلاط وندخلو التلاجات قريبا نساعة ساعة الوقت اللي كان عندكم فهذا الاتناء على ما كترتح لنا الخليط ديال المادلين ديالنا هاد المروا باش نحضر واحد دوازاتاي يعني هكا ضروري من شي حاجه ديالدوازاتاي نقدمها سواء الفطور اللي قوتي تعطيوها الاطفال ديالكم المدرسة يعني احسن من ذو كلي بسكويت اللي عامرين بالمواد الحافظة شي حاجه ديال الدر مكين محسن منها بسم الله بنسبة الدوازتاي ديالنا فالإناء عندي مئة وخمس وعشر قرام ديال سبدة اللي تكون بحرارة ديال المطبخ انا هنستعمل ديال سبدة ديال العلبة ضفت عليها نسكاس ديال سكر نسكاس ديال سيت حبا ديال البيض هنستعمل بشوية ديال بودرة ديال الفاني كذلك هنستعمل بواحد الكيس ديال فلان ديال الكاراميل كيعطي واحد المدقرة اعرائع بالسفل هاد دوازاتاي او كتديروا كريم كاراميل او تقدروا تديروا غير الفلان ديال فاني المهم اللي كان عندكم او ديال الشوكولة لكنتو بغين يعني هاد الدوازتاي هذا يعني باللون الاسود تضيفوا حتى الكاكاو او القهوة المهم لكم الاختيار كان ندمج جميع المكونات مزيان يعني حتى كان حصلوا على واحد الخالط اللي تيكون كريمي ومتجانس تيكون هاد هو القوام ديال الخالط ديالنا بعدما ندمجونا جميع العناصر من بعد غد نضيف كاس ديال الكوك اللي محمر كي يعطي لهاد الدوازتاي واحد القرمشة واحد اللي بنا رائعة رائعة بسف ضروري هكا نحمره كي يزيد يعطي واحد المضاق مميز ضفت كذلك واحد القبيصة ديال الملحة مالقة صغيرة ديال الخميرة ديال الحلوة سافي وغدا نخلط وغدا نبقى كنضيف الدقيق تدريجيا شوية بشوية تقريبا كتاخذ بين 300 حتى 350 جرام ديال دقيق المهم دائما ما تاخدوش القياس ديال الدقيق اللي سنقول لكم راه تيبقى حسب الخالط على حسب الجودة ديال الدقيق و على حسب الحجم ديال البيض و حتى على حسب الكاس يعني راه كاين كاس ديال العنبال كايوز 150 كايوز 200 ميلي لتر يعني راه كل واحد و القياس ديال المهم دقيق حسب الخالط نبقى مستمرها كنضيف الدقيق تدريجيا شوية بشوية حتى كتجمعنا العجينة و ما كتبقاش كتلسق في الأصابيع ديالنا تقريبا بحل العجينة ديال السابلي تيكون هدا هو القوام ديالها رطبة ومتمسكة في نفس الوقت مباشرة غدا نمروا باش نشكلوا الحلوة ديالنا بنسبة لهذا العجينة هدي فغدا نخرجوا منها جوج ديال الأشكال شكل ديال الفرشيطة يعني بهذا المرشم هذا تعطينا هات الشكل هكا مسننن يعني راه ولا متواجد هاد المرشم هدا نكون نشريته غير بجوج درها ملقيته بالصدفة و انا نشريه او كديرو الشكل تانين الى شكل وردة او شكل ديال الفرفارة غادي نزينو هكا في الوسط بدوك الحبيبات ديال الشوكولاتة او شوكولاتة ديال كوكيز هكا غدا نخرج منه جوج ديال الشكيلات بعجينة واحدة هدي نبقى مستمرة بنفس الطريقة حتى نكمل يهني الملء ديال الصينية ديالي كاملة سافي انا في الول هنا كنت يعني شكلت العاجينة ديالي الى كويرات وعد من بعد هدي نبدا كان نرشمها بالمرشمات ديالنا بجوج او تقدرو تديرو اي مرشم كان عندكم او في بلاس هدا ديال الفرشيطة تاخدو غير الشوكة او الفرشيطة وكتضغطو مزيان راه تقريبا يعني كيعطيكم نفس الشكل تقريبا سافي غادي نبقى مستمر راح تنكمل يعني تشكيل ديال الكويرات او الحلوة ديالنا كاملة سافينا بعد ما كملت شكيل ديالها غادي نزين هادوك اللي درتهم على شكل ديال الفرفارة زينهم بحبات ديال الشوكولات ديال الكوكيز الفران اني شعلته من قبلت يتخل دراجه تكون 180 دراجه من بعد هدي ندخل الحلوة ديالي الفران نخليها تطيب على خطرها شلت عليها من تحت نشوفو انها طابت وتحمرات من تحت عادي كساعة كنشل عليها من الفوق باش كتتتحمر لي نحته من الوجه ديالها وكتجينا هكا مقرمشة سافي غادي ندخل الحلوة ديالي للفران ونكملوا باقي التحضيرات في هاد الأدنى على ما كتب لنا الحلوة ديالنا سنكملوا التحضيرات ديالي مادلين تقريباً كانت ديك ساعة اللارب هكاك عما وجدت المكونات وحضرت الحلوة وشكلتها تقريباً ديك ساعة اللارب كانت يعني ره هرتحت لنا لجينا كي قلت لكم في الأول سنخرجوا منها جوش ديال الاشكال ديالي مادلين هنا هاد المول هادا ديال المادلين دهنتوا بزبدة قرشت عليها التقيق وبالنسبة للمول الثاني المعفن قمت بتغيير الكويتات المادلين سوف نقوم بتغيير كل مادلين تقريباً للمعلقة كبيرة عامرة الخالد الفران سخون بحكما أنه نطيب الحلوة تقريباً تأخذ 15 دقيقة في الطهي نخرجها و ساعة مباشرة سوف ندخل المادلين سوف نستمر بالنسبة للمول الثاني سوف نقوم بتغيير كمية الخالد بالنسبة للمول الثاني كمية الخالد كمية الحليب و السكر أعطيت 21 حبات المادلين 12 مادلين أعطوني 9 بالنسبة للمول الثاني كمية الخالد سوف نقوم بتغيير مزل حبيبات الشوكولاتة كمية الخالد طيب الماللين كنشل عليهم من التحت ومن الفوق دقة واحدة النار تكون يعني مهيلة يعني بحلش معه من الفوق باش ما كيتحرقوا النار وكنخليهم كيطيبوا حتى كينتفخوا وكيتحمروا وكيطيبوا النار كدقة واحدة من الجهتان تقريبا مدة ديال الطهي ديال هم تاوما تقريبا واحد شرين دقيقة خمستاشر دقيقة المهم لحسب الفرن ديال كله واحدة ودائما ضروري من المراقبة سافي هنا بعدما خرجت الحلوة ديال الدوازاتي خليتها كيشوية كتبرد غدين نزين هادي اللي درناها بشكل ديال شوكا نديرها كخطوط ديال شوكولاتة السوداء او تقدروا ترشوها لها شوية ديال سكر غلاسي او كتخليوها يعني كتجيب حل البيسكوي ديال بالكوك تيجي هاكا من السم بالكوك ودائك الفرن كعامل والفاني تيجي فيها المضاق زوين زوين بززاف ويعني كمعة كويزة القهوة كويز ديال اتا يتعطيها لأطفال ديالكم تيجي رائعة رائعة بسافي سافي اما بنسبة الحلوة التانية فراح نكون مزينينها بديك الحبة ديال شوكولاتة ديال الكوكيز يعني هي راها مزينة مفينة راسها براسها سافي غدا نخلي الحلوة ديالي جانبا وان شاء الله تشوفوها في طباق التقديم اما بنسبة اللي مادلين ديالنا ولي مفين كانوا راهم طابو كيف كتشوفو تيجيو هكا من فوخين ومحمرين وطيبين يعني الفران اني شعلتو من تحت ومن فوق دقة واحدة تيجيو هكا طالعين ومن فوخين اه اتشوفو جانبا في ديك الاناء كنت تحضرت هكا الخليط ديال الحرشات الصغار اه تهو مره نفيتا شاركت معاكم الوصفاء وتيجيو هكا حرشات رطط بين ومفشفشين هنخلي لكم الرابط ديالهم اسفل في صندوق الوصف هنبغيش هكا باش ميجيش الفيديو طويل هو ديجا راه طويل وغدي نزيد نطوله بالوصفات الحرشة فما كين لاش انا ننعاودهم اخر شي فنطيب هاد الحرشات الصغار ان شاء الله نخلي لكم الرابط ديالهم اسفل في صندوق الوصف بزاف ديال البنات اللي جربوا هاد الحرشات الصغار ونجحوا معاهم وعجباتهم الوصفة تيجيو هكا مرطبين ومفشفشين تقدروا تديروا كمية كبيرة وتحتفظوا بها في المجمد من تبغيوهم غير تسخنوهم وتقدموهم تيجيو بحالي لعد حضرتوهم بالنسبة له هاد المقلة هاد سفتتها لي خالتي اللي يخلي لها صححتها ويخلي لها وليداتها ويحفظها كونشتا عندها في الدار وعجباتني بثاف ويتسفتها لي مهم انا طيبة فيها الحرشات تقدروا تطيبوا فيها البانكيك تحضروا تطيبوا فيها الكخيب البغرير الحرشات حرشة كبيرة المسمن او الملاوي مهم حتى البيتزا المهم عندها استعمالات استعمالات عديدة وكتسربي ضغية وكيف كتشوفوا يعني هكا هي الحرشات الصغار فرا هدرت فيها هكا 6 سبعات دي الحبات يعني كتسربي بسرعة ما كتخليك هكا تبقى يواق فكا تطيبوا ثلاثة ربعات دي الحبات يعني شوية بشوية هكا كتسربي بالنسبة للحرشات كنخليهم كي يطيبوا هكا من الجهة الأولى وعد من بعد كنقلبهم الجهة الثانية وكامبقوا هكا مراقبينهم حتى كي يطيبوا وكيتحمروا لينا بهذا الشكل هذا وكي ياخدوا واحد اللون مدحب و هكا 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 وصلنا النهاية دي الفيديو ديالنا ديال اليوم اللي في الصباح حضرنا فيه دكشي من السم أم شرمل أم تبل وفلح في العشية حضرنا هكا مائدة متولى بوصفات متنوعة حضرنا فيها حرشات يعني كيف تشوفوا تيجي اللون ديالهم مدهبو تيجي وروتب والداد بخالة واحد ديال المادلين حضرنا بهم جوج ديال الأشكال كمية مناسبة وكذلك بمكونات بسيطة وفي متناول الجميع حضرنا جوش ديال الاشكال ديال دوازاتي تقدموهم هكا تعطيوهم الاطفال ديالكم المدراسة تفطروا بيومكا في الصباح مع شيكاس ديال القهوة او الشاي المهم كيف كتشوفو وصفات اللي بسيطة جدا تيكون هذا هو الشكل ديال المدلين ديالنا منين تنقسموه تيجيو هكا خفاف كذلك الحريشات كيف كتشوفو راهم تيجيو روطب غير جربوهم بعينيكم بغمضين فراهم وصفة ناجحة بامتياز وكذلك المدلين ديالنا اللي درناهم هدو بحبيبات ديال الشوكولاتة تهو ما تيجيو خفاف وقطنين يعني مشي تشوفو اننا درنا فيهم كمية ديال الدقيق شوية كتيرة غذي يجيكم دقصين فراهم تيجيو خفاف اما بالنسبة للدوازتين ديالنا تيجي هكا مقرمش تيجي في واحد اللون هكا محمر من الداخل ام الخارج ويجي بحال تقريبا داك صبلي او بتي بلي ديال 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 كوك تيجي يجي لديد بساف نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون أجبكم تكونوا استفدتم معايا فيه ولو بالقليل شكرا مرة اخرى اللي سوروا فيها سواء اليوتيوب او في الانستغرام او احتفل واتساب شكرا شكرا لكم بساف الله يحفظكم والله يارب يجعلها محبة دايما بيناتنا نتمنى إن شاء الله نكون نعود لكم بهذه الوصفة هذه الغياب ديالي ديال هذه الأسبوعين ومازال إن شاء الله نقدم لكم وصفات في الفيديوهات وفي الأيام القادمة إن شاء الله شكرا شكرا لكم بزف 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 وعارفة أن كلمة شكر قليلة بزف حقكم فالله يحفظكم والله يبرك فيكم وبصحة والرحة والسلام عليكم